نعم هذه هي التظاهرات التي تنتظم ضمن الحراكة التصعيدي الخاصة بشهر أكتوبر الذي أطلقت عليه تنسيقيات اللجان بأكتوبر الثوري استبقتها السلطات هنا في ولاية الخرطن بإغلاق كل الجسور عدى جسري الحلفاية وسبا وقضع الطريق أمام الوصول إلى القيادة العامة للجيش وإلى البوابات الجنوبية للقصر الجمهوري هذه التظاهرات وفقا لمتظاهرين أنها تأتي على مرور عام على ما جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والذي يصفه الجيش بالقرارات التصحيحية بينما تصفه قوى الثورة وعديد القوى السياسية بالانقلاب والانقضاض على الوثيقة الدستورية وقطع الطريق أمام مسار الانتقال الديمقراطي هذه التظاهرات انتظمت في مدن الخرطوم الثلاثة الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان قابلتها السلطات بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وهناك عديد الإصابات جراء هذا التعامل مع المتظاهرين الذين تجمعوا في مدن الخرطوم الثلاثة نعم طيب ماذا عن البيانات الرسمية طارق وكيف تتحرك السلطات في ظل ما كانت تفعله مؤخرا وهو التصدي لهذه التظاهرات بالغاز المسيل للدموع وما إلى ذلك ولكن هل من مساعي لحتواء الموقف نعم هذه التظاهرات التي تنتظم وفق جدول تصعيدها ما بين مظاهرات مركزية وأخرى لا مركزية تقول تنسيقيات اللجان وأيضا اللجنة المركزية لأطباء السودان تقول إن هذه التظاهرات السلمية تقابل بعنف مفرط وهذا ما حذرت منه عديد الدول الغربية عبر سفاراتها هنا في القرطوم حاثة السلطات السودانية بضرورة نأي عن أعمال العنف تجاه هذه المظاهرات السلمية التي تطالب به الحكم المدني ومحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين على ما يبرز على الشاشة الآن من خلال هذا العجل الذي يقول الشرطة السودانية تقول تعاملنا مع مجموعات المسلحة مدربة خلال مظاهرات اليوم يعني لو تطلان على تفاصيل أكثر حول هذا العجل نعم في بيان للشرطة تقول إنها عملت على حماية هذه المواكب وتأمين المقار الحكومية الاستراتيية والمقار الاستراتي وقالت في بيان لها تم نشره قبل دقائق من الآن قالت إنها تتعامل مع قوة عسكرية مدربة وهم يقصدون وفقا لهذا البيان بما تتعامل به هذه القوات الشرطة مع هذه القوة التي يصفها البيان بأنها قوة مدربة تمتلك كل المعينات الاستراتيجية الخاصة بالأجهزة النظامية ولكن يقول منظم هذا الحراك التصعيد السلمي وفقا لتنسيقيات اللجان أن هذا الحراك سلمي وأنه ليس من بين صفوفهم من هو يعني يكون ذا صبغة فيها شيء من الانفلات وأنهم سوف يبعدون من صفوفهم كل ما هو يعني يمارس يعني أي ممارسة فيها شيء يخل بسلمية هذا الحراك التصعيد الذي ينتظم هنا في العاصمة الخرطوم وفي مدن الخرطوم الثلاث ولكن وفقا لبيان الشرطة قالت بأنها تتعامل مع قوة مدربة تمتلك كل المعينات الخاصة بالمقاومة من مدججة بالأسلحة وأنها زات زي معين وأنها ترفع شعارات وأعلام بألوان مختلفة ولكن هذا ما ينفيه هذا الحراك ومن يقودون هذا الحراك يقولون أنه ليس من بين صفوفهم من يلتزم بسلمية هذا الحراك هم وفقا لتنسيقيات اللجان يخوضون هذا التصعيد السلمي بشعاراتهم وبصدور عارية ومكشوفة لمطالب مشروع وفقا لتنسيقيات اللجان طيب على خلفية ما تم وصفه من قبل هؤلاء المتظاهرين لأنهم قالوا أننا لسنا في جماعات مسلحة كما ذكرت الآن ولكن الشرطة السودانية أيضا تطالب إجراءات استثنائية هل تحددت ملامح هذه الإجراءات الاستثنائية التي يعملون على تطبيقها نعم هذا البيان قد صدر قبل دقائق من الآن وتقول في قوات الشرطة أنها تناشد الجهات المسؤولة بالتعامل مع هذه القوة التي ذكرها البيان ولكن هذا التعامل ليست حتى الآن تحددت معرفة هذا التعامل يتم فحص هذه المواكب يتم معرفة من هم الذين يخالفون هذه السلمية وفقا لما جاء في بيان الشرطة السودانية ولكن وفقا كما ذكرت لتنسيقيات اللجان والذين يقودون هذا الحراك يقولون أنه ليس من بينهم من يخالف هذه السلمية ولكن هذا البيان فيه كثير من البنود الخطيرة الخاصة بتعامل الشرطة مع هذا الحراك وهذا ما ينفيه مرارا وتكرارا الذين يقودون هذا الحراك يقولون أنه ليس من بين صفوفهم من يخالف هذه السلمية ولكن نتابع ونراقب حيثيات هذا البيان وردود الأفعال خاصة من قبل الذين يقودون هذا الحراك ومن قبل أيضا القوى السياسية ومن قبل أيضا الجهات العدلية والقانونية التي سوف تتدارث حيثيات هذه البنود التي وردت في هذا البيان شكرا جزيلا لك من الخرطوم مرسلنا طارق بابكرة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة